أكد الرئيس عبدالفتح السيسي على ما تمثله تنمية سيناء من واجب وطني مقدس مشيرا إلى ما تشهد سيناء من جهود غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة كما توجه الرئيس السيسي بالتحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وصمود هذا الوطن وكما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبا وطنيا مقدسا وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب فإن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس أيضا واليوم تشهد سيناء جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزرعة في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه حماية وصونا لأمن وسلامة الوطن كله شعب مصر العظيم لا يوجد في الختام ما هو أشرف من تقديم التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وسمود هذا الوطن وكانت دماؤهم الزكية نهرا ارتوت منه رمال سيناء حتى تم تحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب تحية عزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار ذو الكرم والفداء واصحاب المرؤة والبطولة ورمز القرامة والتضحية ترجمة نانسي قنقر